السلام عليكم أصدقائنا اليوم الفيديو مالتنا رح يكون إشلون بألمانيا حقيقة إنجاز من حلم إلى هدف سويته إلى حقيقة صار عندنا فلذلك اليوم رح نحشيكم كل التفاصيل اللي مريت بها من بداية دخول ألمانيا أو من بداية في الطبخ لحد ما وصلت لهذه المرحلة في تحت مطعم فاليوم أصدقائنا الفيديو مالتنا شوية رح يكون طويل عليكم بس رح يكون ممتع وأيضا قصة حبيت أوثقها لكم هاي حتى يعني واحد إذا بباله يفتح شي بباله هدف الهدف الهدف رح يتحقق اللي عدة حلم رح يتحقق فتخليكم وياه طبعا أول شغلة رح تشيكم الشون أنا بلشت بالطبخ أنا متشة صغير أنا أحب ساعد أمي بالطبخ يعني أتعلم عدها التمة أتعلم عدها الخبوز فبالشت صار أدي حب للطبخ من بعدها صارت في 2003 طرعا أشتغل بمطاعم بلعط لما المدارس أنا أشتغل بمطاعم اللي هي ماء الكباب ماء الفلافل الشعبية بعدها سافرنا السورية بالسورية من السافرنا هناك بلشتغل بمطاعم ومن هناك بلشت من ذاك يوم إلى هذه هم كبابة أنا أشتغل بمطاعم طبعا في سوريا بعدها بالعراق بعدها رحت تركيا أشتغلت ومن بعدها جيت الألمانيا أب ألمانيا من جيت أشتغل هناك قلت له أنا أشتغل بمطاعم قلت له أشتغل بمطاعم فقلوا لي وين شهادتك ما أشتغل هنا ألمانيا لما تشتغل أنت لازم عندك تدريب مهني اللي هو شون عدنا معهد فندقة معهد فندقة وسياحة بالعراق هنا أنا أيضا نفس الشي ردون شهادة من عندك حتى يعتبروك أن أنت شيف وهاي واجهة مشكلة كل تشبيرة بحيث من قلولي وين شهادتك أنا كل هاي السنين اللي اشتغلت بيها عشر سنين تقريبا مع السنة كلها راحت بثواني قدامي يعني قلت حرامات لو دارس عن الطبخ شاهنا جيت رايزة نصر تشيف والأمور تمام بس كل هذا ومتوقفت نهائية عمري بوقته كان واحد ثلاثين سنة وقلت لازم أسوي الشي اللي أريده قلت لهم شون أصغير هنا شيف قالوا لازم تدرس دراسة مدتها ثلاث سنوات بألمانيا وتعرفون أنا جدي بألمانيا مصر لست شهر من جيت لألمانيا هاجرت ودخلت مدرسة الطبخ ومن بلش مدرسة الطبخ شا قلكم كانت أكثر شي صعب في حياتي مر هو هاي المرحلة اللي هي مرحلة الدراسة ليش؟ لأن هنا من تشتغل تسوي دراسة مع الطبخ أسبوعين بالعمل وأسبوع بالمدرسة أسبوعين بالعمل يطف بها راتب بسيط جداً ما يكفي غير بس أكلك وشربك لا غير حتى ملابس ومقدر تشتري فالمهم صبر ثاني الحمدلله والشكر أول سنة ما أقول لكم من دخلتها ما أعرف هذا المدرس على شين يجيني ما أعرف شين يدرسني ليش؟ للغة جديدة ليس لتعلمتها لغة الشارع تختلف عن لغة الدراسة مثل عندنا بالمدارس العربي واحد وعندنا الحد شيء العادي الديلكت يعني الحد شيء العادي واحد هذا المهم الحمدلله والشكر أول سنة راحت وأنا كوش مفتهم من عندها السنة الثانية قلت ما بيها مجال لازم أشتغل آني لازم أدرس لازم يعني أحقق هواية الشغلات لينشبت أداء أشتغل آني براتب جداً بسيط فأخير شيء الحمدلله والشكر بعد الأسرار والدراسة وليل ونهار أقعد أقرأي أقعد بالليل طبعاً هم النهار كله أنا أشتغل بالليل أنام لي من ساعة بالعشر حتى ساعة بالثنتين بالليل أنام وراها ووقت موبايلي أقعد أصح صح أقرأ ساعتين أريد أرجع أنام ساعة بالسبعة الصبح أرجع مرة ثانية أشتغل لحد الليل فهذا صار عدي هنا أنا دخلت مدرسة من الطبوخ ونجحت من عدها من أول دور الحمدلله والشكر أنا تشتغل باري دائماً أو أحلم دائماً أنه يكون عندي مثلاً أفتح مدعم أنا أقول أنا أشتغل هنا ليش ما يصير عدياني مدعم مرتين دائماً تجيب باري هاي الأفكار بس أستبعدها يعني أقول مستحيل يستعد بألمانيا يعني مو بالعراق مو بلدي فصعب أنه واحد يضحي ويفتح مدعم هنا راحت لأيام أجدت لأيام على غفلة الحلم مالتي تحقق وشوه تحقق قدمت صاحبة العمل هنا اللي جد أنا دراست يمها تدربت يمها طبخ قلت لي سنان رايتك أنا محتاجتك بشغلة ضروري تجيني قلت له أوكي أنا طبعاً منتخرجت ما اشتغلت بعض عدها أنا بطلت من يمها راح تبطل اشتغلت بغير مكان فبعد ما خبرتني قلت سنان محتاجك تجيني ضروري رحت لها وهنانا اتفاجأت بال السؤال مالثة قلت لي سنان حلمك يصير عندك مطعم؟ قلت له أي حلمي فس بصراحة أنا دارت بهاي الأثناء دارت ألف فكرة ببالي كانت تقول لي هذا المطعم إذا تريد يصير إليك تقدر تسوي انت كيف لون؟ قلت لي خلص هذا المطعم اعتبره صار إليك وأنا راح أمشي لك بالإجراءات والمحاملة أنت قامت سنة ما عندي قامة دائمية كانت تقول لي خلص إحنا راح ندبر لك ياها ونحتي ونشوف بالقانون شون اللي نقدر نسوي لك طب صراحة أنا بين الفرحان وبين المفرحان لأنني نسبة تسعين بالمئة مو تسعين تسعة وتسعين بالمئة أنا إذا أقدم على المطعم يعني أخذ فلوسي من البوينك قرر أنه يجيني رفض لما قدمت المعاملة مع البوينك قلوا لي اطول شهر شهر ونص يجيك الرج صراحة أنا مقدم ومؤيز قلت يلا خلي قدم يا بالهدف يا بالنجف نقولها بلغتنا العراق المهم فسويت عادي دامشي بالشارع يوم من الأيام وراء أسبوع أجاني تريفون أنت سنان قلت ترهمي سنان قالوا مبروك عليك أسجاك القرب وأسرع واحد تجاك القرب وذاك اليوم كان عندنا أحلى يوم أنا ونور عندنا بصراحة كلش كيفت وقلت الحلم راح يتحقق بس شنو؟ بعد هواية شغلات تفاصيل لازم واحد يسويها لما يقدم على قرض من البنك المطعم صار بيدي الفيوز صارت موجودة بس المطعم إراد لشغل يعني إش قد ما أقولكم شغل شغل المطعم كان عبارة عن منتهي يعني ديكوره وشغلاته أبد ما تجي على بانه يعني مو ذوقنا أصلا فسويت قلت هذا المطعم لازم أفلشه كله يعني مو أفلشه أهدما لا لازم أرممه من جديد وأرممه على ذوقي أنا وشنو اللي أنا أريده الحمد لله والشكر هذا الشي سويته قلت أنا حطيت خطة ببالي شو اللي أسوي المطعم بس بعدني ما أكد مية بالمية شو رح يصير المطعم يعني يعني اختيار كل الصعوب كان قلت مين أشتر الأثاث الأثاث هنا بألمانيا بواعد قلبت القرض اللي سحبه أنا يعني ما حسب تزيين بصراحة يعني قلت أنا هذا رح يكلفني هالقد بس من جيت على أسعار بالحقيقة والاحتياجات اللي أنا أريدها يعني تعدت فوق للخيال فقلت مستحيل أشتري من أنا من ألمانيا القرض رح يصير عليها بثلاث أضعاف يعني القرض اللي أخذه لازم أكثر أخذه بثلاث أضعاف يلا يكفيني هذا كل اللي سويته السوية ثاني رح نتركيا مثل ما شفتوا فيديوهاتنا بتركيا على قناة نورو سنان رحنا هناك ظلينا شهر كامل بتركيا وكان من أصعب شهر بحياتي مريت بي هو من راحت التركيا ليش؟ لما تختار أنت كرسي أو تختار غلاس أو تختار طاولة أو تختار خاشوقة أو تختار استكان كل شغلة بالمطعم كانت مسؤولية كل شيء كبيرة وحمل طبعاً ماذا يا أصدقائنا؟ عندما رحلت لتركيا مثل ما رأيت الفيديوهات بقناة نورو سنان نحن عدنا شغلتين نقلة بيت وتفتيحة مطعم بنفس الوقت فشان كل شيء صعب يعني هو واحد بس ينقل يحس بصعوبة إنه بيت وده يفتح مطعم ومكان واحد ترى أني هسا ساكن فوق يعني هسا ساكني فوقاني والشغل يجوا بالمطعم في ذلك كان شيء كل الصعب إحنا كنا بتركيا أرهاق إحنا أسبوعاً متمرضين آن ونور يعني ناخذ حبايا هاي البرستيمول على مودن صحصة بها أربع ساعات وشالي مويانة نروح ندور بعدها أربع ساعات يخلص ما فقولها هم ناخذ حبايا ثانية لحد ما نخلص يومنا إحنا أسبوعاً كلش مريضين بهاي الفترة بس الحمد لله وشكر إحنا صار كلش تمام عندنا واختارين الأثاث وكان اختيار موافق أنا بالنسبة لي والنسبة للنور أكيد اختيار جداً كان موافق فطبعاً بنفس الوقت كان كل الصعوبة نواجهها إحنا لما رجعنا من تركيا وريد نشيل هنا عندنا وقب جداً قصير لازم أسلم الشقة اللي أنا بيها ولازم أبدي هنا أنا الشغل بالمطعم الجديد بس سوى ثاني بلجت أول شي بالبيت لازم أعمر البيت ليش على مد نقعد نستقر لأننا بعد ما عدنا بيت إحنا الفترة اللي عدنا جداً قصيرة حتى نشيل من البيت وما أحكي لكم شو اللي صار إجوي عمال اللي هنانا وأخذوا فلوس من عدنا وراحوا ونهزموا وما كملوا الشغل وهذا كان من أصعب الشغلات اللي صارت واجهناها هان ونور بحيث عباك الدنيا سودت وبوجهنا إحنا هواي شغلات صارت ويانا كل الصعبة وأيام مرينا بيهمنا من الليل كله من التفكير من القلق من تخيله واحد يجي تعاملنا وياه طينا مقدمة والمقدمة أخذها وراح ما لفلوس وكل شيء ما سوى الحمد لله والشكر على كل شيء بالأخير رح نكملنا واشتغلت بيدي بعد وهذا المطعم مثل ماذا تشوفوا أو البيت مثل ماذا تشوفوا اشتغلنا آني وأصدقائي اللي يساعدونه ممنون من عدهم جداً كل شيء أنا أشكرهم وبهذا الفيديو أحب ما ريد أذكر أسماء بس بصراحة يعني مثل ماذا تشوفون بالفيديوهات هما دائماً وياي الله الطيم والصحة والعافية وناس يعني دزول إياهم من السم خلي نقول إجوي ممنون من عدهم كلش فرداً فرداً أي واحد إجاء ساعدني بهذا المطعم واللي ما قدر أكيد معذوره عذراني في ذلك أحب أشكرهم من هذا الفيديو ومثل ما تشوفون البيت والمطعم كمل على آخر حباية وكل شيء صار مثل ما أنا أريد ومثل ما نور هم تريد أحب أشكر جميعاني وشكراً لهم الله يطيموا الصح والعافية وكيد إن شاء الله ردهم يا بالأفراح كلهم وأنا ممنون من عدهم جداً وأشكر المشاهدين متابعين دام يشجعون أيضاً من أحير بشغلة شنة بالمطعم أرد أسوي شيء أقولهم بالإنستجرام أيا بطر عدي هشوش صارت شين الحل كانوا رأسين يكتبوا لي ويطون الحلول ويصير كل شيء تمام عندي ممنون من عدكم جداً أنا تحياتي لكم الشيف سنان عبيدي باي